الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من تيزي وزو يقول تزوجت بمرأة كنت أظنها عفيفة شريفة صالحة ولكنني اكتشفت ليلة الدخلة أنها لم تكن بكرا ولما تحدثت معها في الموضوع صارحتني أن لها ولدا بطريقة غير شرعية وعمره ثلاث سنوات تركته عند إحدى النساء أنا أكاد أجن يا سيدي أخبرني ماذا أفعل فأنا قد تزوجت حديثا السلعة المدغولة ودها المالية هذا ما كان السلعة المدغولة ودها المالية إنسان جاب سلعة وصابوا خدعوه في السلعة انتهي روحت خطبت طفلها على أساس أنها عفيفة شريفة بكر وإن ما صرحت حنايا في الجزائر واحد كي يخطب طفلها ما يصرحش بلا ما يقولهم وأشتريط أن تكون بكرا خلاص العرف جارة بأنه يريدها بكرا فإذا أرادها مشي بكرا يقصرح قال واش عليها عندها أطفال واش عليها تكون مطلقة واش عليها تكون أرمالة وهكذا تايا روحت بالنيا الصافية أديت مالك خطب طفلها كيما بنت لك عفيفة شريفة طيبة فوجدتها غير شريفة والأكثر من هذا عندها طفل ومخبيات وعند مرأة واحدة خلاص في عمره تلت سنين خلاص دكاء إذا أردت أن تسطورها إذا حبيت الأمر بيدك إذا أخذت قرارك أن نسطرها يجوز إذا بنت لك تائبا ولكن تبقى في قلبك دائم أن تشوكت عليه خدعاتك لما قاتلكش أيام الخطب وإذا أردت أن تردها للمالية ما ظلمتهاش يجوز لك يجوز لك وحد الإنسان صالح ليلة الدخلة ليلة الدخلة اكتشف بني المرأة حامل في شهرات تاسع في شهرات تاسع وقاتلوا يا ولي الله استرني قاتلوا وراني كنت مخبي أعلى مالي ما كانوش فيقين أنا غلط غلط واني تايبا ونادما وولدت ولدت لوليلة الدخلة ولدت ولدت عاونها ولدت كان صالح وصدقها يعني فيما قالت صدقها كي حلفت له تايبا ونادما صدقها قالها والله لن أفرق بينك وبين ولدك هاك ده قال والله لن أفرق بينك وبين ولدك واش ده راح قبل صالحة الفجر بتخبيه ادا هذك اطفال في علبة كيما يقولوا كاترنا في علبة وحطوا قدام باب الجامع كي جاو الناس يصلوا الشعب كي جاو شافوا اطفال يبكي راضيع وبدأت الناس قاعد يقول ادا انا انديه انا انديه انا انديه وانسيبوا انسيبوا بابات هذه الطفلان من الناس اللي كانوا التم اما لأهو ازعمة خلفيه وصل الغاشي يقول منهو منهم حلف بالله وبالطلق وكما يطعوهولوش لما يطلقه اما لأولا ادك انسيبوا يقولوا لا 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 يقول للغاشي لا لا خلوه يديه هذا البارح تزوج هيصر بحالك إذا يطلق الطفلان اعطاهوهولو جابوا قدام الغاشي اردوا لي امه فعاشت هذه المرأة صالحة تقية قال لك دارت محراب في البيت انتحا يعني الطائعة ربي حتى ماتت سترها رجل وكنت ولا هد المرأة لك تحكي عليها كما هادي اصطرها ولا ماشي كما هادي الصلعة المدغولة دارة المالية هذا ما كان حسبنا الله ونعم الوكيل السيد عاشير عابد بلدية المرجع السيد عابد وليت غلزان المشكلة انتعك مع هذا المحضر القضائي علاجها عند مسؤول نقابة المحضرين انا هذا الذي انصحك بلا لا داعي باش نذكر المشكلة انتعك لكن اذهب الى رئيس نقابة المحضرين وهو رجل منصف وانا لا اعرف عنه الا الخير ومتدين وفيه الخير وحاج بيتربي ورجل نصوح يعني نصوح روح شوف رئيس نقابة المحضرين هو يتدخل وينصفك ان شاء الله المسألة انتعك ما يشفت وتستحق نقول لك حالل او حرام ولكن اذهب الى رئيس نقابة المحضرين فهو رجل لا يظلم عنده احد ان شاء الله سائل من سكيكدا يقول انا اعمل في التجارة ونستورد الملابس من البلاد الاجنبية وهي تحتوي على صور النساء وهي صور فاضحة فهل يجوز لنا ان نتركها ونبيعها مع الملابس للضرورة التجارية واين هذا الضرورة التجارية فهمنا الله جزيك باش نفهمه باش نفهمه وراهي الضرورة التجارية وين راهي تروحوا تستوردوا ملابس نسوية فيها صورت عن نساء فاضحة فاضحة وتحطوها للبيع وينها هي الضرورة التجارية يعني ما تقدشتوح تشري سيلو فاتر وتغطي هذه العوارات عن النساء يعني لو كانت تغطي هذه العوارات السلعة ما تمشي لك ما تكاش منها ما تقدشتوح للمطبعة تطبع لك صورة ما فيهاش ما فيهاش المحرمات ما فيهاش المحرمات ولسقها وغير هذه الصورة الفاضحة لأن الناس اللي باعون لك ما عندهم لا دين ولا ملة عندهم كل شي يجوز كل شي أين الضرورة التجارية وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أخواتي بمشتراكم على وحد العبس يعني روماركيتو قعفلين شك كي يكون شوفوا هذه المشيوة تالعيد يعني هذا الذي يكون نحية نصي مقتش العيد شغل ما يحبش يقول حتى يدرنا يعني ما يجي باش يقول لك مقتش العيد حتى يدر لك القنطة حتى أنت تكهر حياتك حتى أنت تكهر حواجك تالعيد يعني يسكي روماركيتو شغل يجيبها لك دايما شغل هكذا فيكون بهناك من أن العيد فسوف يكون يوم العيد يوم من بين الأيام الأسبوع هذا يعني أن كل إن أنا أمكرمه أنا شوف لي من شغل تالعيد يا أخو والله العظيم غير مازال ما قاله يا أخو ولغا غير يقوله أنه يقول لك أصبر أصبر ويهدر حبيبنا أصبر يا أصبر يا أخو أصبر على كل من أصبع بيوم العيد فهو من المحسنين فأما بعد رؤية العيدان باستوار واشراج وضواعها فإن يوم العيد يوم العيد سيكون يوم للتسبح يوم للحب يوم لمحبة يوم للأكل البقرة ومشتقة فيها فإن يا كريم استقلي بالله يا أخو قاس سمم بالله غير مازال ما قال يا أخو أخرجني قلبي كريمه على بالك قاس سمم بالله يحضر يا يوم العيد يا أخو واختش العيد وكل من أفطر يوم العيد فهو يوم يوم الحب يوم أكل النموس أكل البقارع قتل الدباب وأكل الموز وبهذه المناسبة وبعض رؤية الهلال يوم العيد سيكون يوم من بعض أيام الأسبوع يعني يعني الزوب يعني أنت بتخربينها أخوة العزيز يعني كيف يبني صوتهم أقول تقول يوم بدأ تقول يوم من الأسبوع أتعب بالفياس فأما الآن لقد حان الوقت لكي نقول أن يوم العيد سيكون يوم لقتل الجراتيم لأكل يوم العيد أكل المقروض أكل الشلاف أكل القبائف فأنتم من المكرشي فأما العيد سيكون يا كريمو رصبا ما محب يقول يا أخو يا كريمو رصبا ما محب يقول يا أخو ما حب يقول يا كريمو يا أخو يا أطربك سيكون عيد فأما الآن مشاهدين الكرام وهذا بعد رؤية الهلال باش ما نطولوش عليكم فيوم العيد الفتر سيكون يوم للتجربة والآن نمر إلى الأهم وهذا بعد رؤية الهلال فإن يوم العيد سيكون مناسبة لزيارة الأقارب أه أولا أخذب عليكم لا 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 لاnah أنا بنصنع أه لذا أنا أحيلي بداية تذكر على الأقارب يا تبا قلبي لاااااااااا أوه فضلك عيد الفترة يوم الاحد زي ما بارية